مساء الخير عليكم جميعا حلقة جديدة خاصة جدا بالفويس اوفر والبودكاستر اي حد بيعمل في او بودكاست او بيقدم شغل لمنصات البودكاست المعروفة جدا زي سبوتيفاي وابل بودكاست وجوجل بودكاست لازم يركز معايا جدا علشان فيه معيار جديد لهندسة الصوت اسمه اللوفز ايه هو اللوفز واهميته وازاي تقدر تزبطه على برنامج من برامج الصوت زي الادوبي اوداشن وايه الفرق بينه بين البيك والارم اس خليكم معايا الاخر الفيديو هتفهموا كويس اوي اهمية المعيار الجديد ده وازاي تقدروا تزبطوه بشكل عملي على برنامج زي ادوبي اوداشن يلا بيانب لوفز او LUFS هي اختصار loudness unit full scale loudness unit full scale او اللوفز هوا معيار جديد بدأ مهندسين الصوت يخترعوه علشان مشكلة التناغم في مستويات الصوت حضرتك زمان لما كنت تيجي تتفرج على اي قناة تليفزيونية او تيجي تسمع فيديو على يوتيوب فممكن تلاقي فيديو صوت واطي فتعتر ان انت تعالي او فيديو صوته عالي اوي كلنا فاكرين الاعلانات المشهورة على القنوات التحت السلم اللي بتلاقي صوت الاعلان بيرج البيت فتجري بسرعة تدور على الريموت عشان توطيه LUFS بيحل المشكلة دي لان بعض الاعمال بتطرفت دلوقتي بسبب ان هي مش مراعية لستاندرد ده من كام يوم بعاتلي صديقي كان بيعمل مسلسل جديد لقناة تليفزيونية من قنوات الخليج المعروفة ورفضت العمل اكتر من مرة ورجعته له بسبب ان هو مش مهتم بالستاندرد بتاعت اللوفز وقررت ان اعمل الفيديو ده علشان كل صنوع المحتوى يبدأوا يلتزموا بالستاندرد ده لان هو النهاردة option لكن قدام ممكن فيديوهاتك تترفض على بعض المنصات زي سبوتيفاي وساوند كلاود وجوجل بودكاست وأبل بودكاست وكمان يوتيوب لان هما ليهم ستاندرد دلوقتي وبدأوا ينشروه ويهتموا بيه جدا علشان مستويات الصوت ما تتغيرش ما بين اغنية واغنية او تراك و تراك او بودكاست و بودكاست اللوفز مختلف تماما عن البيك اللي احنا بنزبطه او اللي هو سقف الديجيتل اللي انت بتزبطه على زيرو دي بي الزيرو دي بي او سقف الديجيتل اللي احنا بنتكلم عليه مش دايما بيطلع مظبوط ومش دايما زيرو دي بي بتاعي هو نفس زيرو دي بي بتاعك احيانا لما تيجي تشغل الصوت او تحوله للانالوج مرة تانية ويتعرض على سمعات بتلاقي فيه فرقات في الصوت وده بيعتمد على الاصوات اللي انت شغال بيها وبيعتمد على الميكس اللي انت حطه هل فيه مزيكة ما فيهوش مزيكة صوت لوحده ولا من صوت لوحده اللوفز حلت المشكلة دي بان هي بتتطبق على الماستر بتاع العمل بعد ما بتخلصه تماما علشان تقدر تزبطه على ليفل معين القناة بتشتغل به قنوات التلفزيون اتفق ان هما يشتغلوا على سالب 23 وقنوات اليوتيوب ومنصات البودكاست اتفقت ان هي تبقى السالب 13 فيه قنوات بتشتغل اكتر من كده شوية وفيه قنوات بتشتغل اقل من كده شوية ولكن فيه منصات بتشتغل اكتر من كده شوية وفيه منصات تانية بتشتغل اقل من كده شوية وهارض عليكم جدول كده فيه كل ستاندرد لمنصة من المنصات دي فخليكم معايا ويلا بينا نطلع على الوداشن نشوف اللوفز ده ممكن يتطبق ازاي على تراك واحد او على مجموعة من التراكات علشان لو انت عايز تخلص شغلك كل مرة واحدة تقدر ان انت تعمله بكل سهولة وما تضيعش وقت يلا بينا علشان تبدأ تطبق ال UFS على تسجيلاتك قبل ما ترفعها ليوتيوب او قبل ما ترفعها لأي منصة من منصات البودكاست انت محتاج يكون عندك سوفتوير للمونتاج انا هشتغل على ادوب او داشن سي سي الفين وتمنتاشر وهو موجود في النسخ اللي بعد كده وموجود في كل برامج المونتاج تقريبا علشان تبدأ تطبق محتاج يكون عندك الفايل اللي انت مسجله وليكن ده زي ما انتو شايفين كده في ارتفاعات وانخفضات لو جينا نبص للديجيتال بيك اللي هو الدي بي هتلاقي ان احنا شغلين لغاية سالب ثلاثة اعلى نقطة عندي هنا هي سالب ثلاثة طبعا ده ملوش علاقة باللوفس مهما كان الديجيتال بيك بتاعك فاللوفس حاجة تانية مختلفة تماما حتى لو انت تسجيلك عند زيرو او عن سالب ستة ده ما بيفرقش معانا خالص سريعا من قائمة ويندو هتروح على طول على الماتش لاودنس او من قلت فايف وهيفتح معاك بالشكل ده ماتش لاودنس هتاخد التسجيل هتحطه هنا وتبدأ تقوله فايند بيقولك ان هو متسجل عن سالب سبعتاشر لوفس سالب سبعتاشر هو مش مناسب شوية للمعظم البودكاست لمنصات البودكاست طب ايه المناسب لها في جدول معمول علشان البودكاست زي سبوتيفاي وابل ميوزيك هنتكلم عليها بس بعد ما نطبق ده على طول اول حاجة انت محتاج تحدد انت هتشتغل على اي ستاندرد وانا هتشتغل على الاي تي يو اللي هو الاتحاد العالمي للاتصالات بعد كده انت عايز توصل للتارجت لاودنس بتاعتك كام الطبيعي ان انت هتلاقيها اول ما تفتح البرنامج سالب 23 وده مناسب جدا لكل قنوات التلفزيون هم بيشتغلوا على سالب 23 ولكن في منصات البودكاست كل منصة وليها الاختيار بتاعها تعالوا سريعا كده نستعرض المنصات دي ونشوف كل منصة ليها كام سبوتيفاي هي بتقولك سجل عند البيك بتاعك الديجيتال بيك بتاعك يبقى عند سالب 1 وتشتغل اللاودنس بتاعتك او اللوفز بتاعتك من سالب 13 لسالب 15 ده هيكون منطقي جدا يعني سنتر عند سالب 14 لان اللوفز وانت بتقسها هتلاقيها بتنزل شوية وبتطلع شوية فسالب 14 هيكون مناسب جدا ابل ميوزيك عن سالب 16 وتسجل عن سالب 1 اغلبهم علشان ما اطولش عليكم هتلاقي ان الدي بي تي بي عن سالب 1 او سالب 2 بالكتير قوي واللوفز بتاعتهم بتاعتها 13-14 سبوتيفاي سالب 11 يوتيوب عن سالب 13 لسالب 15 فاحنا بنشتغل عن سالب 14 ديزر من سالب 16 عفوا من سالب 14 لسالب 16 برضو هنشتغل عن سالب 15 وهكذا الى اخره ممكن نسيبلكم في الديسكريبشن بوكس كل القيم دي بحيث ان انتوا تسترشدوا بيها او تبدأوا تشتغلوا عليها تعالوا نرجع تاني للسوفتوير بتاعنا احنا دلوقتي مثلا هنطلع الشغل ده ليوتيوب يوتيوب كانت بتقولك ان هي عايزة تشتغل من سالب 13 لسالب 15 فانا هقول ان اللوفز بتاعتي هتكون سالب 14 عندي اللي بيطلب الماكس ترو بيك الماكس ترو بيك ليفل هي كانت سالب 1 انا مسجل عن سالب 1 ازا ماكسمام ويوتيوب برضو بتقولك ان انت لازم تسجل عن سالب 1 ماكسمام بعد كده تبدأ تقوله رن كده هو عمل الشغلانة بتاعته مزبوطة جدا بيقولك ان انت اللاود ناس بتاعتك بقت سالب 14 والتوتل رم اس هي سالب 17 ونص والبيك بتاعتك عن سالب 1 وبعدين ممكن تقرأ باقي القيم اهي ولكن اختبر ازاي اللوفز اللي انا طلعتها على طول تروح للافاكت special loudness radar meter وهي افاكت مدمج من TC electronics وتبدأ تختار انت عايز تقيس على اي معيار انا عايز اي سالوفز واقول له يبدأ يسمعني ركز في الرقم ده هتلاقيه عمال بيزيد ويقل ولكن هو تقريبا لا بيزيد عن السالب 15 بكتير ولا بيقل عن السالب 13 فانت كده مزبوط جدا تعالوا نكمل شوية الهدف ان انت لو شغلت التراك كله هتلاقي ده سالب 14 لوفز وكده تبقى تمت العملية بنجاح اتمنى لكم التوفيق ولو استفدتم اعملوا شير للمقطع وكمان ممكن تعملوا لايك وسابسكرايب وتفعلوا الجرس والحاجات اللي انتوا عارفينها دي وتسيبوا comment لان الحاجات دي بتشجعنا جدا 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 تحياتي لكم يوسف الدالي اشتركوا في القناة